لم يقل له ثماني سنوات إنما قال له ثماني حجج ليه كلمة حجج أعدت أبحث في القرآن عن كلمة حجج فلم أجد في القرآن كلمة حجة جاءت بمعنى سنة غير في هذا الموضع فقط فنفت نظري فقلت الله الحجة هنا ثماني حجج يعني إيه؟ يعني ثماني سنوات طب ليه ما قالشي على أن تأجرني ثماني سنوات ونخلص سألت نفس السؤال ده أو ثمانية أعوام أو ثمانية أحوال فلقيت إن السنة القرآن سبحان من هذا كتاب والله لقيت إن السنة 12 شهر القرآن مرة يقول عليها حجة ومرة يقول عليها حول ومرة يقول عليها سنة ومرة يقول عليها عام فمرة يقول عليها حجة هنا تأجرني ثمانية حجج يعني ثمان سنوات ومرة يقول على الاثنشر شهر على السنة حول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين طيب وإيه كمان ومرة يقول عليها سنة سنة ما ليه ومرة يقول عليها عام فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما ما ألش ألف سنة إلا خمسين سنة وما ألش ألف عام إلا خمسين سنة لا دا دقة في القرآن متناهية ثم قال تزرعون سبع سنين دأبا تفسير الرئيب تاعة الملك في صورة يوسف ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون شيء عجيب لما تعد تتأمل هذا يبقى القرآن مرة يقول على السنة عام مرة يقول سنة مرة يقول أحيانا يقول حول أحيانا يقول حجة إمتى يقول عام مع الرغد والخير والرزق والرخاء طب وسنة مع الضيق والقخط والجد طب دليلك على طول من القرآن قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبوله إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام بقى في الرغد بقى والعيش والبركة ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون حتى بعض الأهل العلم قالوا كلمة عام من عامة عامة حاجة عيمة يعني تدل على الكفرة والسيولة وإيه كمان ربنا لما تكلم عن سيدنا نوح جاب السنة والعام في نفس الآية فلبث فيهم يعني سيدنا نوح قعد في قومه فلبث فيهم ألف سنة ألف سنة إلا خمسين عاما ألف سنة طلع منهم خمسين عام يبقى تسعمية وخمسين سنة يبقى الألف سنة ربنا خد منهم تسعمية وخمسين سمهم سنة وخد منهم خمسين سمهم عام قال لك التسعمية وخمسين اللي سيدنا نوح أضاها مع قومه فكان كلهم ضنك وهم ونكد وغم وحمل ومشقة فسموا سنة والخمسين اللي بعيد عن قومه كانوا كويسين شوية فسموا عام حتى سيدنا النبي قال اللهم اجعلها عليهم سني كسني يوسف سني يوسف اللي هم السبع سنين بتوع يوسف لما كانوا في مصر كانوا قحت يبقى لما يبقى فيه ضيق وقحت يقول سنة وهم لما فيه رغد ورخاء وبركة يقول عام طب الحول بقى لما القرآن ييجي بدقة متناهية علشان يحسب السنة لأن والوالدات يرضعن أولادهن ايه حولين كاملين ايه يعني ليه ما قالش عامين ليه ولا سنتين ليه قالك لأن المولود لا تولد في يوم واحد ده كل سنية كل يوم فيه مولود جديد كل ساعة كل سنية كل لحظة فكل مولود العام بتاعه أو السنة بتاعته تبدأ من لحظة الولادة اللي هم العامين بتوع الرضاعة عامين الفطام يبدأوا من حيث الرضاعة فربنا قال حولين كاملين لحد ما تحول السنة من أول تاريخ ميلاده إلى تاريخ ميلاده القادم ثم تاريخ ميلاد الثاني إلى التاريخ ميلاد الثالث زي ما ستين عيشة تقول كان يمر علينا الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين وما يوقد في بيت رسول الله نار لطعام فكلمة الحول تيجي هنا ليه عشان يبقى العام كامل من اليوم من نفس اليوم إلى اليوم الذي يلي بالضبط عام كامل بالتمام والكمال حتى دي نسميها كمان في الزكاة أن يحول عليها الحول الفقاء خدوها حولان الحول يعني يعني يمر على المال عام كامل مش عام إلا فلما ربنا يقول حول وكلمة حول كمان تدل على التحول والتغيير تحول والتغيير يعني لأن الآية دي والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لأن دا تكلمت بعد الطلاق فالطلاق حالة بين الزوج والزوجة والطلاق أصبح حائل وتحولوا من حال إلى حال وانتقلوا من حال إلى حال فربنا جاب كلمة حولين وليس عامين أو سنتين سبحان الله شيء عجيب من الحائل يعني نحن عايزين ندقق أوه في القضية دي طب حجة بقى كلمة حجة بمعنى موسم وهنا لم تقلت في القرآن إلا هنا معانا في القصص مع سيدنا موسى في مادين والرجل الصالح سمانية حجة دا تدل أن كان فيه حج وقته وقت سيدنا موسى وقت المادين الحج كان موجود دا دليل سمانية حجة والحج لا يأتي في العام إلا مرة يبقى تمن حجات يعني تمن سنوات طب ليه الحجة حتى تكون حجة ودليل وبرهان لأنه دا فيه تعاقد وفيه اتفاق بين العريس موسى وبين أبو العروس اللي هو العبد أو الرجل الصالح فما جابش سنة ولا عام ولا حول إنه ما جابش إيه حجة يعني موسم من كونها حجة ومن كونها موسم ومن كونها دليل وبرهان ودلالة قائمة على كل منهم ترجمة نانسي قنقر